حدث أكثر مشاهدينا حول حادث لوائي الحسينية انضم إلينا الآن هنا في الستوديو عضو مجلس النواب الأستاذ عمر العياصة عمر أهلا وسهلا بك عبر نشرة الأخبار حياك الله حياك الله حادث مؤلم للجميع مؤلم لكل المواطنين الأردنيين اليوم الكل يجمع على خطورة ما حدث وأنه لا يمثل الأردنيين الأردنيون غير معتادين على مثل هكذا أحدث بداية نود أن نسمع تعليقك على ما حدث يعني في البداية نعزي أنفسنا يعني عزينا الحارة لجهزة من العملة قبيلة بني حسن لأسرة الفقيد الشهيد الدلبيح وأنا بحيي فروسية القبيلة اليوم في التعامل مع هذا الحدث في توقيت دقيق بيعيشه الوطن أنا شخصيا مؤمن أن شرعيتنا كل يعتنا في الدولة مواطن مؤسسات حكم وحكم هي حقن الدماء ففي اللحظة حينما يسفك الدماء نقطة آخر السطر لازم الكل يوقف ونعيد التموضع مرة أخرى اليوم إحنا أمام أزمة اقتصادية على المواطن وعلى الدولة هذا لكن ما بدنا نحملها بحيث لا سمح الله أن يسفك الدماء والذي شفناه بارح من تدمير وتخريب واستغلال البعض لهذا الاحتقان والغضب والحاجات والاحتجاجات والذهب بها إلى هذه المرحلة لذلك أنا بتقديري أنه دم هذا الشهيد البطل الله يرحمه ويتقبله وخسارة وفاجعة كبيرة مناسبة جدا حتى في الكل مرة أخرى يعيد حساباته كلنا نقعد مع أنفسنا ونعيد النظر في ذلك أنا من الناس اللي بقول هذه الدولة قائمة وستبقى وستستمر بمنطق حقن الدماء نحن لا نقتل بعضنا بحال من الأحوال ربيع عربي بدأ من 2011 سبع ست سنوات لا نكسر مصباح كهرباء اليوم البعض استغل البعض نفخ في الغضب البعض حاول أن يحمل الاحتقان البعض حاول أن يستثمر ذلك وهذا البعض موجود ومشكل وبعضه عاقل وبعضه مش عاقل وبعضه كان عاقل ووصلنا إلى هذه النتيجة التي لا يحمد يعني عقبها والحمد لله رب العالمين أنه كانت يعني في النهاية دم الشهيد البطل هذا عقلنا جميعا وجعلنا نعيد للعشرة مرة أخرى مؤسف ما جرى ولكن مرة أخرى بأكد لك وبأكد لكل الأردنيين منختلف هنا منتفق منروح من المعارضة للموالا ومننتقر من الموالا للمعارضة ومنعمل إضراب ومننزل على الشارع ومنمشي مسيرة هذه تاريخة الدولة الأردنية من الـ 21 لكن نقطة بعضنا أن نوجه الرصاص المباشر لصدور الأجهزة التنفيذية الأجهزة الأمنية هذا غير مسبوك وبالتالي ما جرى بالأمس أنا باعتقاد نقطة عطافة مرة أخرى أعتقد أنها ستفيدنا جميعا في التعامل مرة أخرى مع كل أزماتنا القادمة لأننا أزمة الاقتصادية لا تنتهي ونرى إضراب قطاع هنا أتركوا القطاع يتصارع مع السلطة التنفيذية لماذا تعملوا حامل سياسي وحامل محلي لماذا؟ هذا كلها أسئلة مهمة أنت تحدثت عن البعض أستاذ عمر الآن ما مطلوب من الكل لتجاوز واحتواء مجتمعيا ما حدث في رواء الحسينية لا المطلوب من الكل اليوم أن يدرك أننا لا نستطيع أن نقطة المبال لا نستطيع أن نستخدم الرصاص ليس مبررا لنا أن الروح نحرق ونخرب هذا غير مطلوب وهذا غير مسبوك وهذا ليس أردني هذه ليست هوية أردنية في التعامل وفي التدافع بين القوى الموجودة في الداخل الأردن سواء كانت قوى سياسية أو قوى اجتماعية طول عمرنا نرى مدن بتزعله ومناطق بتغضب وفي عنا أزمة اقتصادية نحن ليس جديد علينا القصة هذه لكن أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة من التخريب وهذا يعمل روافع كثيرة للمشهد المطلوب من المجموع الكل أن يدرك أننا لا بد أن نتفاهم على أزماتنا بطريقة أكثر سلمية أكثر حضارية وأن نتعامل معها بطريقة صحية هذا الخطاب اللي بتشوفه على السوشال ميديا هذا اللي بيخطاب الهدم وليس خطاب البناء هذا الخطاب اللي بيرجعنا للحكومات المحلية هذا الخطاب اللي بيرجعنا إلى ما قبل الدولة هذا لازم يعني يجب أن يضع لنفسه حدا بذاته إحنا القوى المجتمعية الشباب كله الغاضب والصاخط والمتبطل على العمل والمشلاقي شغل واللي ما عندوش مشكلة لازم يراجع هذا الخطاب هذا خطاب خطير وهذه الدولة مرة أخرى تقوم على شرعية رئيسية حقل الدماء لا يمكن أن يسفك دماءنا الحكم ولا يمكن للحكم أن يواجهنا بالسلاع ولا يمكن أن نواجهه بالسلاع والمنطقة بتستحملش والإقليم بتستحملش وأنا بحكيها وبحكيها للمرة المليون للأردنيين هذا البلد إذا ركعت فاش سمع الله لمنحها واللي صار مبارح ينوع من الهدم الواضح يعني ليس اعتراضا سياسيا حتى القوى السياسية الكبيرة اللي حاولت مرات إنها تستثمر وتركب الموجة عليها أن تكون عقلانية هذا الغضب الأردني الكبير هذا الحرض الموجود عند الشعب الأردني هذا الصخض هذا التكسير للصورة الوطنية يجب أن يتوقف وباعتقد يدم الشهيد البطل الدلبيح اليوم وجهنا رسالة ورسالة واضحة يا أردنيين اليوم أنا دمي أتقدم من أجل أن على أقل تقديرنا نتموضع نقف نراجح حساباتنا جميعا في التعامل مع أزماتنا حتى نتعامل معها بطريقة صحية طيب أستاذ عمر أنا أود أن تعقب على هذه النقطة نحن نعرف ونعلم جميعا منذ أن خلقنا وحتى اليوم ملدنا نتحدث عن أن الأجهزة الأمنية هي خط أحمر ومحط إجماع الجميع وكيف يمكن هذه موجودة هذه الثقافة موجودة يمكن أن نعززها بناءا على أن الشهيد ارتقى الآن وكيف يمكن أن نستخلص العبر مما حدث تفضل نرى الأجهزة الأمنية في تاريخ الدولة الأردنية تتعامل مع احتجاج المواطنين أحيانا كطرف منحاز إلهم أكثر من إنحيازه أحيانا للحكومات دمائنا محرمة علينا سواء دماء الجهاز الأمني أو غيره ولكن الملتزم لالتزم بشكل كبير في السنوات العشر من عام 1910 لليوم الجهاز الأمني الجهاز الأمني التزم أنه ما سوف أقدم الأردنيين وبالتالي علينا أن نقابل ذلك باهتمام بس أنا أريد أن أبكشي غليل اليوم الأردنيين كلهم أدانوا هذا العمل اليوم الجو انقلب مبارح بعد سقوط الشهيد رحمة الله عليه ارتقاهه إن شاء الله إلى الجنة هذا الشهيد البطل بعد ارتقاهه الأردنيين كلهم واضح جدا أنهم أعادوا النظر في طريقة التعامل مع أزماتنا أزماتنا ممكن ما تنتهيش لدينا أزمة إقليمية خانقة لدينا أزمة اقتصادية لدينا أزمة وعندنا مشروع إصلاحي قادم كل هذا بيرتب أزمات ومراحل انتقالية ممكن يصير فيها غضب وسقط كيف نتعامل معها؟ أنا بتقديري ليلة الأمس كانت ليلة حاسمة لا يمكن لنا أن نسفك دماء بعضنا لا يجوز حاسمة عاطفيا بشكل مؤقت لا يست عاطفيا جميل أنا سميتها إحدى شرعيات الدولة الأردنية شرعية الحكم شرعية الحكم الهاشمي شرعية الدستورية شرعية سلوك الأجهز الأمنية شرعية سلوك المواطنين في تاريخ الدولة الأدنية نحن نسفك دماء بعضنا نحن تاريخيا بتكون معارضة فجأة أو إلا أنت وزير بتكون وزير أو إلا أنت زعيم معارضة هذه الحالة يجب أن نبقيها هذه اللي بتخلينا مستمرين طريقة تعاملنا مع أزماتنا يجب أن تكون طريقة مختلفة لكن اللي بصير أنه في نفخ وقد يكون النفخ هذا يجع من السوشال ميديا بطريقة أو بأخرى وببعض المغرضين بعض اللي خلينا نسميهم اللي مش مدركين أبعاد ما يجري هذا النفخ ولد أنه الاحتقان صار غاضب وصاخط وعنيف وقد تدخلت ربما يعني بعض الذين يريدون يعني صب الزيت على النار لكن في النهاية أنا بتقديري أنه ما جرى مبارح كان خطير كان دقيق وعفكرة هذه الدولة يعني تستطيع أن تتجاوز مثل هذه العزمات وقادرة لكن في النهاية ما جرى أنا بتقديري أنه لم يتسرف فقط إلى عقل الدولة لم يشعرها بالقلق فقط أشعر المجتمع بالقلق فاليوم في تشاركية بالقلق بين المجتمع وبين الجميع ومرة ثانية أيها الأردنيون اليوم إحنا أمام محطة خطيرة يقدر الجميع قد تكون قصرت الحكومة قصرت الدولة في تقديم خطاب للأردنيين دولتك في حالة عسر اقتصادية نظرة إلى ميسرة لاجب يتقدم خطاب آخر للجمهور الأردني يصارحهم ويكاشفهم بحقيقة الأزمة الاقتصادية ويشتبك محهم تحت هذا الأساس والأردنيين بيسامحوا بالدم هم ليس يسامحوا في قصة أزمة اقتصادية لكن أحيانا نستطيع أن نقدم له الآن الفراغ من عباء العناكب اللي حشدوا وكبروا وضخموا هذا الاحتقال وخلوه عنيف بالأمس كان عنيفا وبالتالي أسفر عن شهيد كنا نتمنى أن لا يسفك دمه وأن لا يغادر أسرته وأن لا يغادر أبنائه وأن لا يكون هناك أردني يقتل أردني وأن لا يكون هناك تحت عنوان محتج أو غاضب أو مخرب يكون موجود بيننا تحت عنوان أنه يطلق النار على الأجهزة الأمنية كنا نتمنى أن لا يوجد ذلك لكن اليوم لازم نحط الأسباب لماذا وكيفا هناك مسؤولية ربما على الجميع لكن التخريب بهذا الشكل مدان ومرفوض وغير مقبول وأعتقد أن المجتمع سيرفضه ولازم نحط مرة أخرى أن هذا يؤذي الدولة والدولة الأردنية إذا ركعت فاش سمع الله ولمن حميده صعب مرة ثانية في بنية الإقليم أن نستطيع أن نصحصه وهذا لا يعني ومدعاء أن نقول لا للناس أنتم ليس بأسرة اقتصادية أنتم بأسرة اقتصادية وأنت أستاذ عمر تتحدث الآن نحن ننتظر طبعا المؤتمر الصحف أنت تعلم لي وزير الداخلية سيد مازين فرايا وأيضا مدير الأمن العام عبدالله المعاية بالإضافة إلى وزيرة صالح حكومة في صل لشبول الحديث أكثر حول ما حدث مؤخرا في لواء الحسينية الليلة الماضية ولكن أود منك صل عمر أن تعقب على ما جاء في بيان الأمن العام وتحديده لما حدث بوصف مجموعة من الخارجين عن القانون وأيضا بمجمل ما جاء في بيان الأمن العام تفضل شوفوا المحتاج بالأخير بيقوم بعمل دستوري حتى اللي أضرب لكن إنك تخرب أنا باعتقادي أنه خارج عن القانون لا يمكن أن نصنف من أطلق النار على جهاز الأمن العام من حرق عمود الكهرباء من حرق ممتلكات المواطنين والدولة إلا خارج عن القانون لكن هل الأمن العام صدم بهذا الأمر كلنا صدمنا أنه محتاجه بطلق رصاص شو نوعيت هذا الاحتجاج شو طبيعته شو نوعيت هذه المطالبة ما الذي يريده ما الهدف الذي يريده يعني هذا المحتاج ما الذي وجعله يصل إلى هذه المرحلة هذا مهم لذلك بيان الأمن العام واضح وأنا باعتقادي مرحلة ما بعد الشهيد ستكون مرحلة فيها نوع من الصلابة في التعامل مع هؤلاء وستبقى الصلابة دون مستوى لا سامح الله المساس بالمواطنين وبتقديري وأنا شخصيا أتمنى على الأردنيين أنهم يوافقوني هذا الرأي أن المجموع الأردني اليوم العقل الجمعي الأردني يتفق على إدانة هذا العمل يقف مع الشهيد وأسرته ويرى أن طريقة الاحتجاج التي كانت يجب أن لا يتتكرر مرة أخرى ومرة أخرى يجب على الجميع أن يتحلى بمسؤولية عالية بعد هذا الحدث الأردني مرة أخرى يدرك أنه لا خيار له إلا التعامل مع الشرعية الرئيسية بحكم الدماء وبالتالي هذا رح يكون لكن بيان الأمن العام واضح أنه في رسالة واضحة أنه مخالفة القانون أنه الرايح ممنوعة يعني التساهل بمعنى أنه الخلط بين الاحتجاج والتخريب سيكون هناك فصل بينهما وهذه رسالة الأمن العام هذا ما فهم ومتظار ما قد يأتي في المؤتمر الصحفي بعد قليل أستاذ عمر أيضا ما جاء في بيان الأمن العام قبل قليل فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي وقف أو حضر التيك توك مؤقتا في المملكة لأنه تم إساءة استخدامه بل بالعكس نشر فيديوهات تحرضية من كما جاء في بيان الأمن العام من دول أخرى وإسقاطها على الأردن هذه نقطة في غاية الأهمية عندما نتحدث عن وعي مجتمعي عن التزام مجتمعي نحو هذه الأحداث والقفز عليها يجب أن يكون هناك ويترخص ذلك أقصد في مواقع التواصل الاجتماعي وما لها من دور كبير في عملية التحريض يعني أنا شخصيا مش مع أنه يعني أن تحجب أي وسيلة تواصل الاجتماعي لكن الأجواء أمنية صار بعد ما جرى مع شهيد الدلبيع وبالتالي هذه الإجراءات نعم مبارح كان فيه هناك من التحريض المباشر على العنف يعني أنت إذا بتتابع مبارح أنه هاي المنطقة فيها عنف يلا روحوا عن عنف يعني أصبح الجو ليس جو احتجازي ولا يسجو بمعنى اعتراضي أصبح الجو جو احتجازي مواقع التواصل الاجتماعي هي واحدة من أزماتنا الرئيسية اليوم كل من هب ودب يدخل إلى هذا من يريدك ومن لا يريدك من يحبك ومن لا يحبك وأنا للأمانية الكثير يستغل ظرف الأردنيجين سقطهم غضبهم أزمتهم الاقتصادية ويحاول النفخ في هذا الأمر نعم هناك خطورة في التعامل المهم لكن يجب أن تقدم الدولة رواية تزاحم هؤلاء لا بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي بقدر أن تقدم رواية ولذلك اليوم أنا مش بموقع النقد على السلبيات التي كانت في أداء العقومة وفي أداء الدولة في المرحلة الماضية لكن اليوم أنا باعتقادي الجو ملائم بعد هذه الصدمة بعد هذه الدماء الزكية اللي قدمها الشهيد حتى يعاد النظر حتى في الدولة في كيفية التعامل مع الأردنيين في كيفية تقديم خطاب لهم في كيفية هذا الأردني اليوم ومجرى أن سقط ارتقى الشهيد الكل ضرب بريك ورجع بيته ووقفت كل الاحتجاجات هذا مؤشر على ماذا هذه اللواية الحكومية تقصد فيها بما في قضيئته لاحقا في المؤتمر الصحفي لاحقا وغدا وبعد غد رواية الأزمة الاقتصادية رواية ما يجرى بالأمس هذه واحدة من الروايات الأردني يريد رواية ومكاشفة وصلاحة هنا في السوديو أستاذ عمر العياصرة عضو مجلس النواب أستاذ عمر بداية مضمون كيف قرأت مضمون ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي ككل تفضل يعني بالشكل المؤتمر مهم لازم حكومة تحكي مع الأردنيين تحكي شو اللي صار يعني مبارح تحديدا وباعتقادي إذا بدي أفصل المضمون جزء من المضمون تحدث عن الإجراءات الأمنية وصف ما جرى بالأمس من تجاوزات وتخريب ثم تحدث عن إجراءات أمنية أنا باعتقاد أنها طبيعية غير مبالغ فيها قصة أنه اليوم خلص ما فيش تجاوزات أمنية ما فيش واحد يقطع الطريق ما فيش واحد يمنع الشاحنات يتمر ما فيش عنف ما فيش السماء يعني كل اللي شفناه من تخريب هذا سيتوقف واضح أنه رسالة حزمة لكن أكثر إشي لفت نظري في هذا المؤتمر الصحفي أداء وزير الداخلي اليوم وزير الداخلي تحدث مع الأردنيين ببساطة وطلع بيشبههم بيشبه كل الأردنيين وبيحكي معهم عن الأزم الاقتصادي كنا نتمنى أن نسمع هذا الخطاب من الفريق الاقتصادي قبل ذلك هل تحقق هذه المكاشفة التي كان يطالب بها المواطنين جزء من المكاشفة اليوم تحقق اليوم جزء من المكاشفة تحقق وعلى فكرة أن تصل متأخرة خيرا من لا تصل وهذا مدعى مرة أخرى أن الفريق الاقتصادي والحكومة والرئيس يحكي مع المواطنين الأردنيين بذات الطريقة بذات التبسيط وين أزمتك الاقتصادية وإنك أنت كنت منهم فاليوم كان يعني أخونا معالي الوزير موفق للأمانة بأنه تحدث عن الأزمة الاقتصادية رغم أنه وزير داخلية ومش اختصاصه لكن اليوم تحدث بطريقة واضحة وبسيطة وأشعر الجميع أن الدولة في أزمة اقتصادية وأن المواطن في أزمة اقتصادية وأننا لسنا يعني هو يتحدث عن الحكومة والدولة ليست مجرد جلاد يجلد هؤلاء وجاء بمصطلح ما بقدر وما بدي في فرق بينهن أنا ما بقدر بس أنا بدي بالنهاية هذا الخطاب بيقتنع فيه الأردنية أو بيقتنعينه على أقل تقدير يعبئ بعض الفراغ اللي بيمنؤوا الآخرين لأنه اليوم السوشال ميديا وبعض الحانقين وبعض الغاضبين وبعض القوى السياسية لركبة الموجه وبعض الغريبين عن المشهد حاولوا ضخموا القصة وبيحاولوا يأكدوا على الأردنين الدولة لص الدولة لص الدولة تسرق الدولة تسرق هذا اليوم يتحدث عن مقدرات الدولة شو اللي إلنا شو اللي عنه وهذا كل ما حاجه إلو يا طارق تحدث أن موضوع عن المواطن الأردني يعتقد أن اتخاذ قرار تسعير المحروقات سهل هو تحدث أن هذا أصعب من أصعب القرارات التي تتخذها الحكومة عندما يتم التشاور قد تتراكم علينا هذه المشكلة ويصبح الأمر أصعب إلى أي مدى كان هناك مكاشفة بالحديث حول هذا الموضوع وما هي الحلول إذا كانت هذه المشكلة إذا حلت اليوم سوف تتراكم غدا تشريعيا أو حتى تنفيذيا يعني في الإطار العام هو أكاشفهم يعني قال أنه في أزمة واليوم أنا بقدرش إلي أرفع سعر المحروقات عندي إيرادات ونفقات والفرق بين الإيرادات والنفقات 2 مليار وهذا العجز وبدأ الدينة حكى بهذا الطريق لكن لو حكاها متخصص اقتصادي بذات الأسلوب والطريقة في الفريق الحكومي الأردنيين رح يفهموها أكثر والأردنيين بحكي لك عنهم شغلة رغم الكل شفتوا ورغم أنه في ناس بتصيد بغضبهم وسقطهم وحنقهم وظروفهم الاقتصادية والبطالة ويحاول ينفخها ويحاولها لعنف زي ما شابنام بارع وهي ترى أقلية لعملة العنف يعني أنا متأكد في كل بؤرة من البؤرة شفناها صار فيها عن جزء 20-30 واحد مش كل الأردنيين ولا كل الأردنيين بيقبلوا أنه يقتل شهيد بطل من رجالات الأمن العام ولا الأردنيين بروف ضراء ولا الأردنيين عندهم قابلية لحرق عمود كهرباء كل هذا مرفوض عند الأردنيين لكنها أقلية مرات بتحاكي هذا الغضب وبصير فيه تواطئ للأسف مش فاهم أنا لكن الأردنيين فيهم ميزة إنهم فيه عندهم عقل معتدل وسطي إذا خاطبتم بعقلانية ومنطقية وشرحت لهم الأمور بتصدع روايتهم بتصدع الضجيج اللي جاي فيه السوشال ميديا فيه ضجيج من السوشال ميديا هذه الدولة واحد اثنين ثلاثة كل من يدخلها لص كل من يدخلها سارق كل من يدخلها فاسد هذه الدولة متواطئة هذه الدولة يعني سادية بدها تعذبنا هذه الحكومة بدها تعذبنا بغلط النظر الآن عن سلوك الحكومة التقييم الإداري هذه مسألة ثانية الحكومة فيها أخطاء فيها لكن هذا الضخ اللي بيجي على وعي المواطن الأردني كأنه انطباع دائم لا وبشكل عنده انطباعات شبه دائمة وأصبحت أقرب إلى المقاربات إنه بدأ بعض الناس يحكوا نحن والآخر الآخر هو الدولة والذي مبارح حرقوا وطلعوا الفيديوهات وشجعوا والذي تنفسوا الصعداء وهم يشوفوا العمود الكهرباء اللي بينحرق أو هذا الضابط وهو يقتل أنا باعتقاد هؤلاء حالة شوفينية ممكن نحاصرها في المجتمع لكن بدنا نقدم رواية واليوم الفراية حكى مع الأردنيين ببساطة وبسهولة لو أقنع 10 15 بالمئة كافي تعال انت كحكومة وكدولة تبني رواية ما هي الصعوبات التي تواجهها وإحكي للأردنيين نظرة إلى ميسرة يا جماعة الخير اليوم أنا عندي ضائقة اقتصادية هاي سببها 1-2-3 قد تكون سببها حكومات متعاقبة قد تكون سببها فساد سابق كل هذا مش مهم لكن أنا اليوم أمام ضائقة اقتصادية احكي مع الأردنيين بتحملوك أما أنك تتأخر عنهم فهذا غير مقبول لكن أنا بتقديري أن ما جرى بالأمس عقلنا الخطاب على أقل تقدير الشعبي قديش ممكن سألتني قبل شوية قديش ممكن تعقلا عاطفيا ولا لمدى بعيد لا دم الشهيد سيعقلن الحراك والخطاب الأردني الغاضب الصاخط الناقد وهون على الدولة وأجهزتها الإعلامية والحكومة أن تتدخل لتعزز هذه الرواية بالمكاشفة والمصارحة والمشاركة وبالتالي كل هذا بيساعد أن الأردنيين أما الأردنيين أقول لك بيجوز إحنا زعلانين على الشهيد الله يرهم لكن أنا أحيانا بدي ألتقط بعض الإشارات الإيجابية مما جرى فجأة الأردنيين رفضوا فجأة الأردنيين حطوا صورة الشهيد على السوشال ميلي فجأة الأردنيين شعروا أن هذا الاحتجاج انحرف فجأة الأردنيين كلاتهم عقل جمعي روح أنت طارق حسنا تطلع من استيديو روح على منطقتك على قريتك على حارتك ستشهد هذا المزاج وهذا بحد ذاته أردني جيد ستستطيع البناء نبقى معنا كثير ولكن عقب على كلامك ولكن أنت شرعيا أستاذ عمر قال مازل الفراية قال وزير داخلية أو أن الحكومة تعي الظروف الاقتصادية الحالية ونعمل على حلها وهذا سؤالي هل يمكن أن تجد الحكومة الآن توليفة للموازنة الموجودة حاليا بنقل خصصات هنا أو هناك إلى غير ذلك وبالتالي تعويض هذا الفارق الموجود فيما يخص موضوع المحروقات إلى غير ذلك أتحدث من ناحية تشريعية إن كنت مطلعة على هذا الموضوع يعني هما نرى نحن في حوارات مع الحكومة وفي يعني في محاولات من حكومة لإجراء بعض المناقلات لكن أنا بتقديري إنه انخفاض أسعار المشتقات النفطية هو بشر عالميا أكثر من مرة بشر هذا ممكن نساعد على تنجيح هذا الأمر أعتقد أنه يعني ممكن نشوف في نهاية الشهر بعض الانفراجات لكن خلينا عشان من بيعش الأردنيين أفيون ونواصل رواية اللي قدمها الفراية بالمصارحة والمكاشر هناك أزمة اقتصادية بنيوية خانقة في الموازنة الأردنية ولها أسباب متداخلة وكثيرة يعني مثلا فاتورة الرواتب ست ونص مليار فاتورة خدمة الدين مليار ونص الرواتب والتقاعد ست ونص مليار فإنت اليوم أمام أزمة بنيوية هسا قداش بدها وقت حتى نفككها ونحللها هذه مسألة مهمة لكن الحكومة تورجيهم الأزمة وتورجيهم الخطوة الأولى سواء كانت هذه الحكومة في الراية ببساطة وبسهولة وبمكاشفة أعتقد أنه الأردنيين لن يقبلوا لن يقبلوا أن تصبح الأردن ساحة حرب ومعركة بين جمهور وبين أجهزة أمنية هذا مرفوض اليوم لما انقتل هذا الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلبيع هو ابن عشيرة كبيرة ابن قبيلة كبيرة والمحتجين أبناء عشائر وقبال الكل مقدر ومحترم لكن العنف مرفوض طيب الاستقواء والتنمر والميديا والإساءة المكثفة لها سألة صورة الدولة وصورة القيادة وصورة الرمزية في الدولة هذا أيضا مرفوض لأنه في النهاية هذا بضعض حالة الدولة والدولة الأردنية وإحنا زي ما حكيت لك يا أبحكيها اليوم مرة والأردنيين يحاسبونه عليها هذه الدولة تعيش ضعر في اقتصاد صعب صحيح فيها شعب طيب صحيح شعب يعيش ضائق اقتصادي صحيح لكن في جيو سياسي خطير حولينا بالمنطقة وإذا ركعت والله ما في سامع الله المنعم خلوش تركع تعاونوا معها الحكومة تقول نظرة إلى ميسرة وانتو قولوا ابشروا خلينا نتعاون شوي وهي يتحاول وتعالوا شاركوا بالحكم وهذا مشروع الإصلاح القادم حتى نخلص كل أشكرك جزيلا شكرا أستاذ عمر العياصر عضو مجلس النواب يعطيك ألف عفو شكرا على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك